مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال بعض أصحاب الإمام البخاري أنه لما كان رامي رما فوقعت في وتد في نهر فيها قنطرة وقعت في الوتد رميته فأثرت في الوتد لتلك القنطرة ترك الرمي وخرج وخرج للسهم وتأثرت ورجع وأرسل واحد صاحبه هذا يقول اذهب إلى صاحب القنطرة وقل له يأذن لنا يسامحنا ويأذن لنا أن نصلحها له نردها كما كانت فذهب إليه يخبر يقول له أن الإمام البخاري يقول قال أقرأ أبا عبد الله السلام وقل له قد جعلناه في حل وأنا ومالي في داله قال قال كلمنا كمغير لون قال التنفس الصعدة خشية من الله قم يطالبه صاحب هذه القناية وما القيامة على الوتد هذا الواحد الذي أصابه بسامن قال لما رجعت لي وأخبرته سري عن وجهه قال لفرح حتى قم أملأ على الطلاب الغربة خمسمائة حديث من فرحه ويذبح لهم مضيفهم لأجل خلاصة من هذه المصيبة هذا الخشية من الله هذه الخشية من الله جل جلال ترجمة نانسي قنقر